السلام عليكم عاملين يا شباب معنا دلوقتي لسن ثري في يونت سيفن احنا دلوقتي دخلنا في يونت سيفن في الترم التاني وده لسن ثري الدرس التالت بعنوان يعني قصة قصيرة يعني عن جرامبا اللي هو جده قبل ما ندخل على القصة بتاعتنا ونشوف هي بتتكلم عن ايه هو زي ما هو بيقول قصة قصيرة عن الجد نشوف الاول الكلمات اللي موجودة عندنا علشان لما ندخل نقرأ القصة نبقى فاهمين هي بتقول ايه يلا بينا كيوريوس يعني فضولي محب الاستطلاع يعني عايز يعرف كل حاجة اسمها ايه كيوريوس يعني فضولي ستريت يعني شارع فيزيتورز فيزيتورز يعني زوار فيزيتور يعني زائر جمعها فيزيتورز يعني زوار الناس اللي بتزور مكان ما زي مثلا توريستس السياح جرامبا جرامبا يعني جد اكسايتد اكسايتد يعني متحول ما متحمس او متشوق متشوق ان هو يعمل حاجة كوايت كوايت يعني هادئ رايت رايت يعني يمين عكسها اللافت لفتي يعني يصار او الشمال جراس جراس يعني عشب تراك تراك يعني شاحنة اللي هي عربية نقل اللي بعد كده ركزوا في الكلمة جي كلاسي اف ممنان تاني كلاسي اف ممنان اللي هم عملاقة ممنان بصوا شباب دول تمثالين تمثالين من الحجر موجودين في الأقصر في محافظة الأقصر اسمهم كلاسي اف ممنان اوكي خش على بعده رود رود يعني طريق سبيس سبيس يعني مساحة او فضاء الفضاء مثلا لو هو خارج الأرض ده اسمه سبيس او مساحة مثلا او مكان فاضي اسمه سبيس ميتال باكس ميتال باكس باكس يعني صندوق وميتال يعني معدن يبقى صندوق من المعدن صندوق معدني صندوق حجيد مثلا ديجينج ديجينج يعني الحفر ديجينج يعني الحفر الفعل اسمه ديج ديج يعني يحفر تمام الاسم بتاعه اسمه ديجينج يعني الحفر نفسه ميموري ميموري يعني ذكرى يعني أو مثلا حاجة تفكرها اسمها memory ندخل الوقتي على الأفعال اللي عندنا اللي هم regular verbs و irregular verbs regular verbs الأفعال المنتظمة هي الأفعال اللي بنحط تأخرها g أو eg أو ieg عشان نحولهم للماضي والأفعال اللي هم irregular هي أفعال غير منتظمة دي أنا بحفظ الماضي بتاعها يلا بينا ندخل أول على الأفعال المنتظمة cross يعني يعبر لما أقول مثلا إيه cross the street يعبر الشارع يعجي الطريق الماضي crossed حطي ال eg wander wander يتساءل أو يتعجب الماضي wandered pull pull يعني يسحب الماضي pulled يعني يسحب bury bury يدفن الماضي buried هنا الفعل ده أخد بالك لو الفعل أخر y بشيل ال y وحط مكانها ieg يبقى bury يعني يدفن الماضي بتاعها buried walk يمشي الماضي walked ماشى خلاص jump يقفز الماضي jumped start يبدأ الماضي started تماما شباب؟ ندخل بعد كده على الأفعال الغير منتظمة دي الأفعال اللي أنا لازم أحفظ الماضي البسيط بتاعها بنفس الشكل اللي هو موجود عندي اللي هو verb to be is أو are الماضي بتاعهم was أو were is يكون الماضي بتاعها was are يكون برضو بس بتيجي مع you وwe وthey الماضي بتاعهم were تمام؟ have أو has يملك الماضي بتاعهم had sit يجلس الماضي بتاعها sad feel يشعر الماضي felt شعرة find يجد الماضي found وجده no يعرف والكي silent ما تتنطقش الماضي بتاعها new يعني عرف خلاص وبردو الكي silent buy يشتري الماضي بتاعها ايه boat اشترى ندخل دلوقتي على القصة بتاعتنا اللي هي grandpa and his box of memories grandpa يعني جدو و his box of memories box يعني صندوق memories الذكريات وbox of memories يعني صندوق الذكريات يبقى جدو و صندوق الذكريات يبقى جدو و صندوق الذكريات بتاعه زي ما احنا شايفين اهو ده box of memories صندوق الذكريات وايه بقى علقته بجدو ده اللي هنعرفه في القصة دي تعالوا نشوف القصة بتقول ايه ركزوا بقى معايا look انظر this was هذا كان was اللي هي الموجب بتاعت is was يعني كان is يكون was كان was my street يعني انظر هذا كان شارعي grandpa was very excited excited يعني متحمس بقدبس ده كان الشارع بتاعي we نحن were كنا were يا شباب هي الموجب بتاعت are تمام؟ are يعني نكون were يبقى كنا الموجب بتاعها يبقى we were احنا كنا in the village village يعني القرية احنا كنا في القرية where حيث he هو grew up grew up يعني كبر يبقى هما كانوا في القرية معايا الجد والجد بيقول بصوا ده الشارع او كان الشارع بتاعي لما كان صغير يعني it is هي تكون near يعني بالقرب من near يعني بالقرب من the classy of memnon اللي هما التمثالين بتوع memnon it was هي كانت very quiet quiet يعني هادئة تمام؟ when عندما i lived here لما انا عشت هنا هو هنا sit grandpa يعني الجد بيكلم بيقول على القرية كانت هادئة لما انا كنت عايش هنا now الان there are you get lots of يعني الكثير من visitors visitors يعني زوار there are lots of visitors يوجد الكثير من الزوار from من all around the world around يعني حول the world العالم world العالم يبقى لما اقول from يبقى من all around the world يعني من كل انحاء العالم من كل حتة في العالم اللي هما السياح يقصد that's where هذا حيث where my friend يعني صديقي lived يبقى حيث صديقي كان عايش we played هو بيشولهم على كل مكان بيقولهم المكان ده المكان اللي صديقي كان عايش في we played احنا كنا بنلعب في الماضي خد بالك حاطة اي جي بقى في الماضي عشان هو بيحكي على حاجات كان بتحصل زمان we played احنا كنا بنلعب فوتبول كرة القدم on this street في هذا الشارع there were كان يوجد there were دي الماضي بتاع there are there are يعني يوجد يوجد دلوقتي طيب في الماضي مش هينفع اقول بقى there are اقول ايه there were كان يوجد no cars then then معناها ساعتها يعني زمان ثوقتها في ذلك الوقت there were no يبقى كان يوجد ولا لم يكن يوجد لم يكن يوجد يعني ما كانش موجود عربيات ساعتها زمان grandpa الجد looked يعني كان بص right يمين and left ويصار and where he crossed the road crossed يعني عبرا عد the road الطريق the road الطريق had كان لديه have has كان لديه او كان في lots of trucks شاحنات كتير and cars وعربيات and this وهذا من الي بيقول بقى الجد بيقول وهذا is يكون where i lived حيث انا كنت اعيش we looked احنا بصينا at the space كان في فراغ مكان فاضي يبقى space فضاء او مساحة مكان فاضي there was no house لم يكن يوجد منزل there was كان يوجد only only يعني فقط grass grass عشب and one big tree شجرة كبيرة واحدة I wonder انا اتعجب it was because هو كان so many years ago ago يا شباب يعني منذ فبيقول ايه it was so many years ago يعني كان البيت ده years يعني سنوات ومني كثيرة يبقى كان منذ سنوات كثيرة grandpa الجد looked نظر at the tree بصع الشجرة grandpa الجد walked يعني مشى to the tree مشى نهية الشجرة he looked هو نظر at the ground ع الارض أو بصع الارض then بعد ذلك he started هو بدأ digging digging يعني الحفر بدأ يعمل ايه يا شباب أو بدأ في ايه بدأ في الحفر بدأ يحفر عند الشجرة he pulled out pull out يعني يسحب هنا بقى في الماضي عشان في اخرها eg he pulled out هو سحب an old metal box box يعني صندوق metal معدني old اجيم صندوق معدني اجيم he had هو كان لديه a big smile on his face smile يعني ابتسامة big يعني كبيرة يبقى ابتسامة كبيرة on his face على وجهه look he said يبقى الجد قال look انظروا he was very excited هو كان very excited متحمس متحمس جدا كان متحمس قال لهم ايه بصوا we were احنا كنا eight years old كان عندنا ثمان سنين when عندما we احنا buried this buried يعني دفننا لما احنا دفننا السندودة كان عندنا ثمان سنوات let's هيا بنا sit down هيا بنا نجلس let's يعني هيا بنا تمام هيا بنا نجلس and look inside ننظر inside يعني داخل the box السندوق yes please I said انا قلت ايوة لو سمحت هو هنا الحفيدو يعني اللي بيتكلم بيقول ايوة يلا بنا نشوف ايه اللي جوه السندوق I am very curious curious يعني فضولي انا فضولي قوي او انا يعني عايز اعرف جوه السندوق ده في ايه هنقف لغاية هنا شباب بكده تبقى القصة بتاعتنا خلصي طبعا هم ما قالوش بقى السندوق في ايه بس انا عايزك تخمن تقول لنا السندوق ده كان في ايه لو انت عندك ايه تيرز اولد ثمان سنوات ممكن تجيب صندوق وتحط في ايه او تخبي ايه في او تخبي جوه صندوق ده ايه للمستقبل عشان لما تكبر تشوف الحاجة دي وترجع بالذكريات عايزك تكتب لي ده في تعليق تقول لي لو انت مكانه مكان الجد كنت ممكن تحط ايه جوه السندوق اه لو عجبك الفيديو اعمل لايك لو لسه ما اشتركش في القناة اشترك فيها ولو لسه ما انضمتش لصفحتنا على الفيسبوك انضم ليها عشان توصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها اول باول واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي والسلام اشترك في القناة